ترجحات بحسب ملف انتخاب رئيس البرلمان قريبا والسوداني واجه التحدي الاتفاق بين مكونات كاركوك على غرار البكاويين انطلاق عمليات امنية بثلاث مناطق والحجد الشعبي لاحق داعش في المقدادي حماس تستكمل مباحثات صفقة تبادل الاسرة واحتجاجات حرب غزة تمتد لجامعة عدد من الدول مرحبا بكم مشاهدين ونبدأ نشرتنا من ملف رئاسة البرلمان حيث رجح تحالف العزم عقد جلسة انتخاب رئيس جديد خلال الاسبوع المقبل قيادات داخل التحالف اكدوا ان ضغوط القوى السياسية بشأن السد الفراغ التشريعي المتمثل بانتخاب رئيس للبرلمان احرجت الاحزاب السنية التي لم تنجح بالحصول على توافق على مرشح محدد للمنصب مشيرين الى ان التنافس سينحصل بين مرشح العزم محمود المشهداني وسيادة سالم العيساوي من جهته جدد رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي رفضه لتولي رئيس جديد للمجلس من خارج حزبه وخلال تصريح ادل به للصحفيين توقع الحلبوسي الخروج بشخصية توافقية لمنصب الرئيس وتعديل النظام الداخلي للبرلمان خلال الايام المقبلة الخروج بشخصية توافقية وتعديل النظام الداخلي خلال الايام القادمة يحتاج وقت هذا الاغلبية النيابية لدى حزب تقدم وهذا استحقاق سياسي واستحقاق انتخاذي عضو مجلس النواب محاسن الدليمي نفت ان يكون الاطار التنسيقي السبب في عرقلة ملف رئاسة البرلمان الدليمي قالت في تصريح خاص للرابعة ان القوى السياسية السونية هي من تعجز عن الوصول الى اتفاق يحسم المنصب الشافلة الحقيقة هو موضوع اختيار رئيس مجلس النواب تأخر كثيرا صحيح لكن السبب ليس اعضاء الاطار التنسيقي بالعكس احنا مستعدين لان تعرف ان هي موضوع التقسيم المناصب هو هذا المنصب من حصة اخوتنا السنة فاحنا مجرد هما يتفقون بياناتهم احنا كل مشكلة ما عندنا يعني اكو بعضهم يطالب بتعديل القانون من اجل ادخال المرشحين لان حسب القانون الحالي الموجود ما ممكن اضافة مرشحين وتعرف المرشحين كانوا ثلاثة سحب هسا احدهم انسحب بقى اثنيا اثنيا يعني ممكن ما يحصلون الاصوات الكافية فالكو طلبات بان يعاد يعاد التصويت على قانون النظام الداخلي من اجل اضافة مرشحين اخرين وهو هذا الحل الانسب يعني انا اعتقد اذا تم التصويت واضافة مرشحين اخرين ممكن يمشي احدهم دعا عضو مجلس النواب علي تركي القوى السياسية السنية الى الاسراع بالوصول الى توافق يحصل ملف رئاسة القانون وقال التركي ان التوافق هو الاساس الذي بنيت عليه العملية السياسية ويجب ان يكون منطلقا لحسم الملفات كافة نجوب الوصول الى انتخاب رئيس جديد بدل ان يبقى هذا المنصب الذي هو من استحقاق مكون مهم من مكونات الشعب العراقي اولا ومن مكونات دارة الدولة ثانيا فاليوم نحن امام هذا الاستحقاق ونحترم هذا الاستحقاق لذلك هي رسالة اليوم الى الاخوة في المكون السني بان يكون هناك اتفاق مبدئي بين الاخوان لكي يأتوا الى مجلس النواب لحسم هذا الموضوع الاتفاق بداخل المكونات هو بوابه لمرور كل الاستحقاقات سواء كان ما يخص باستحقاقات المكون الشيعي او المكون السني او المكون الكرد والى ازمة حكومة كاركوكا المحلية حيث عزى عضو مجلس المحافظة احمد رمزي سبب عدم حسم رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني للملف الى غياب التوافق السياسي وذكر رمزي ان غياب الرؤية المحددة لدى الكوتل السياسية في كاركوكا ساهمت بعدم حل ازمتها من قبل رئيس الوزراء لافتا الى ان ذلك سيؤدي لاستمرار تعطيل المفاوضات وتوقف تشكيل ادارة كاركوكا ومجلسها لوح مجلس محافظة بغداد باستبدال المسؤولين المحليين الذين يثبت تقصيرهم وقال عضو المجلس علي المشهدان ان مجلس محافظة بغداد وفق الصلاحيات التي يمتلكها سيعمل على اجراء تغييرات ادارية كبيرة من خلال تغيير اي مسؤول يثبت تقصيره في العمل والاداء مبينا ان اختيار البودلاء سيكون وفق المعايير المهنية والكفاءة والنزاهة لاي مسؤول جديد والذي سيخضع عمله الى المتابعة والمراقبة ايضا كشف محافظ باب العدنان فحان عن جملة مشاريع جديدة ستدخل حيز التنفيذ قريبا في المحافظة وقال فحان في تصريح خاص به الرابع ان هذه المشاريع ستتوزع بين صناعية وبين المتعلقة بفك الاختناقات من المشاريع الاستراتيجية التي ستنطلق قريبا مشروع مجاري الحل الكبير منطلق مشروع مجاري اي من ستين منطلق لدينا تلك في شارع ستين لكن بفضل الله سبحانه وتعالى نعمل على انه ان نمضي قدما بهذا المشروع المهم والحيوي للمحافظة هناك مشاريع اخرى ستنطلق قريبا باذن الله من اجل فك الاختناقات الموجودة بالمحافظة وكذلك هناك مشاريع خدامية اخرى ستكون بالنواحي والاقضية من خلال خطة 23 وكذلك سنكملها باذن الله بخطة 24 تغييرات مرتقبة للفريق الوزاري وتقييم كثر الحديث عنه للأداء الحكومية ينتظره مجلس النواب حال التصويت على الموازنة الاتحادية الضغوطات التي تعرقل التغييرات الوزارية وجدية البرلمان في هذا الصدد نتابعها مع فقار فاضل الحديث عن تقييم الأداء الحكومي يعود إلى الواجهة من جديد وهذه المرة عبر نافذة مجلس النواب فالمرحلة المقبلة وتحديدا بعد المصادقة على الموازنة المالية ستشهد تغييرات لوزراء بالإضافة إلى وجبة جديدة من المدراء في الوزارات والحكومات المحلية جراء التقصير بحسب نواب كنا ندعو إلى أن هذه المحافظات يجب أن يكون بها تغيير على مستوى المحافظين وكنا نتحدث عن تغيير مواقع من 10 إلى 12 محافظة وبالتالي أغلب المحافظين يعني تغيروا اليوم أمامنا مجالس جديدة ومحافظين جديدين وأمامنا موازنة ضخمة يجب أن تنطلق هذه المحافظات من أجل إخبال الخطط والبرنامج التي عدت إليها ضمن موازنة التنمية الأقالي أما في ما يخص الحكومة التنفيذية أحنا أكثر ما رأيكدنا يعني يحتاج إعادة تغيير لبعض الوزارات في هذه الحكومة ومع انشغال جميع الأطراف بقانون الموازنة ووجود ضغوطات سياسية تقف حاجزا أمام التغييرات فثم تستعداد نيابي لتقديم تقرير مفصل عن أداء الكابنة الوزارية وعلى إثره ستكون كلمة الفصل في إبقاء المسؤول أو إقالته أحنا كدورنا أساسي هو تشريع القوانين والرقابة تقييمنا لعمل الوزراء ورؤساء الهيئات والمدراء العامين طبعا هناك وزراء ناجحين في عملهم وأثبتوا وهناك وزراء لم يستطيعوا أن يحققوا الهدف المنشود بل أكثر من ذلك هناك ملفات فساد وملفات فساد إداري ومالي وهدر للمال العام كذلك بعض المدراء العامين اللي أقفقوا وقد يكون معيار التقييمات للوزراء والمسؤولين المحليين مبنيا على نسبة الإنجاز للمشاريع الخدمية على أرض الواقع ورفع جودة العمل في مؤسسات الدولة التي تعاني من مشكلات تتعلق بالفساد الإداري والمالي من بغداد فقار فاضل الرابعة أكدت لجنة النفط والثروات الطبيعية النيابية غياب التوافق السياسي على قانون النفط والغاز عضو اللجنة كاظم الطوق قال إن خلافات وعراقيل سياسية تحول دون الانتهاء من مسودة القانون وتسليمها إلى مجلس النواب من أجل قراءته وتمريره لافتا إلى أن المسائل النفطية العالقة بين بغداد وأربيل ومطالب المحافظات المنتجة للنفط عوامل وقفت حائلاً أمام الحكومة بعدم إكمال القانون ناقش رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني والصفيرة الأمريكية إلينا رومانوسكي متابعة عمل لجنة تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجية وخلال اللقاء بحث الطرفان العلاقات الثنائية وما تضمنته زيارة الأخيرة إلى الولايات المتحدة كما تناول اللقاء متابعة عمل اللجنة التنسيقية الخاصة بتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تتضمن محطات واسعة للتعاون المشترك يراوح العراق بمكانه دولياً فيما يخص علاقاته الخارجية طوال السنين الماضية الحراك الحكومي في هذا الصدد والجهد الدبلوماسي نتابعه مع أحمد ليس التوسع دولياً وإقليمياً في مجالات دعم السياسة والأمن والاقتصاد هو ما تسعى الحكومة الحالية إلى تطوير التقدم به في ظل الأحدث التي تعيشها المنطقة وما تولده من تبعات إذا بقي العراق بنفس دائرة علاقاته الخارجية المحدودة حكاً أعتبر أن السيد السوداني قد نجح إلى حد لا بأس به أو ربما بعيد في إعادة العراق إلى مكانته الدبلوماسية من خلال التحركات والنشاطات الأخيرة التي قام بها على رأسه تأتي زيارته للولايات المتحدة الأمريكية هذه هي الانفتاح الخارج والتعامل مع الخارج مسألة مهمة سياسياً أمنياً اقتصادياً التأثير في القوة والدور الدولي لا يأتي من غير التمدد الدبلوماسي وهذا ما تعتمده جميع بلدان العالم وذهب إلى تنشيطه العراق لتعظيم وجوده ومصلحته مستقبلاً أكثر مما وصل إليه بمراحل الإدارات الحكومية السابقة والتي كانت دائماً ما تضع ملثها الخارجي بأولويات ضرامجها انفتح دبلوماسياً ولكن بإرادة وطنية تعزز مصالح الإراق السياسية والاقتصادية في آن واحد وتعطيه دوراً وطنياً كبيراً ودول البريكس وروسيا ودول العالم الثالث هذا هو الانفتاح الذي يخلق جواً سياسياً يعتمد على صناعة اقتصادية ظاهرة في المستقبل الانفتاح الدبلوماسي للعراق في الفترة الحكومية الحالية أبعاده قد تأتي بجوانب تقوية دور البلد وتأثيره دولياً خصوصاً مع ما يدور في المنطقة من توترات وأزمات تتطلب هذا المسار أحمد ليث بغداد قناة الرابعة نفذت القوات الأمنية حملةً واسعةً في عدد من مناطق بغداد على غرار عملية البتاويين بيان لوزارة الداخلية ذكر أن قيادة فرقة الرد السريع نفذت عمليةً أمنية بمناطق الشعب وسبع قصور وحي البساتين لملاحقة الخارجين عن القانون لافتاً إلى أن العملية تهدف لتفعيل مذاكرات القبض على المطلوبين وفرض هيبة القانون والدولة ضبطت قوات الحجد الشعبي كميةً كبيرةً من الأسلحة والاعتدى شمال المقدادية بمحافظة ديالة مصدرٌ في الحجد ذكر أن قوةً قتالية نفذت عمليةً أمنية لملاحقة فلول داعش الإرهابي شمال المقدادية حيث حققت أهدافها المرسومة بعد الاستيلاء على كمياتٍ من الأسلحة الثقيلة والخفيفة فضلاً عن تمشيط مناطق واسعة تضم أوكاراً لفلول داعش ألقت الأجهزة الأمنية القبضة على قتالة طبيب الأسنان المتقاعد فيصل الحوازي الذي عثر على جثته داخل منزله في النجف وزارة الداخلية وفي بيان لها ذكرت أن قوةً مشتركة من خليات السقور ومكافحة إجرام النجف أطاحت بقتلة الطبيب ونعت نقابة لطباء الأسنان في النجف الدكتور فيصل الحوازي الذي قتل إثر حادثٍ إجراميٍ غادر لم تقتصر حوادث القتل الأخيرة على المشاهر فقط بل شملت القامات العلمية والأكاديمية الضحية هذه المرة في النجف الأشرف وتحديداً أستاذ الطب السابق الدكتور فيصل الحوازي الذي كرس حياته لصالح العام التفاصيل تابعها مع مرسلنا في المحافظة تحسين الشيخ حادثة قتلٍ أخرى تشهدها البلاد تطال هذه المرة الكوادر الطبية في العراق الدكتور فيصل الحوازي أستاذ الأنف والأذن والحنجرة وإستاذ الطب السابق في الجامعة المستنصرية تناله يد القتل ليلة أمس في منزله في محافظة النجف الأشرف بهدف السرقة نستنكر الحادث الإجرامي البشر الإرهابي الذي يطال القامة العلمية المهمة اختصاصاً لأذن الأنف والحنجرة الدكتور فيصل الحوازي التدريسي في جامعة المستنصرية السابقاً وهو أبل أربع قامات علمية مهمة في طب الأسنان عائلة الحوازي تضم عدداً من الأطباء الكفوئين الذين يكرسون حياتهم لخدمة الإنسانية عن طريق تقديم خدماتهم الطبية للمرضى دون الخوض في نشاطات اجتماعية أخرى يعني هو المرحوم يعني هي العائلة الطبية عائلة خلوقة جداً بعيدة عن الاختلاط الاجتماعي فقط أنه حياتهم في عملهم في اختصاصهم والمغفولة متقاعد منذ سنوات عنده وتنقل ما بين بيت أبناء بغداد وبالنجف حتى العلاقات الاجتماعية محددة جداً مقتل الحوازي حتى الآن لم تكشف الأجهزة الأمنية عن خفاياه أو الجهة التي تقف وراءه فيما عبر مواطنون نجفيون عن قلقهم أزاء تكرار هذه الحوادث في عموم المحافظات مؤكدين إنها تسهم في زعزعة أمن البلاد حوادث جنائية صارت محافظة النجف بالفترة الأخيرة سواء كانت طالت كفاءات أو طالت أطباء أو طالت قانونيين هذا كله أكيد يعني يمثل زعزعة للوضع الأمني بمحافظة النجف يعني حقيقة لما تسمع بالنجف المفترض أنه تكون مؤمنة بشكل تام لأنه النجف له خصوصية عالية تسمع جريمة مروعة بهالشكل هذا شخص مكتفين إيديه ومكتفين رجلية وطلقه براسه هذا ما أشاع بمواقع التواصل وغيرها ونسمع من الناس حقيقة خفت أنا البارحة واحد من الناس راحت العائل تقلت لهم أطلع من البيت البيبان تتقفل زيادة الجرائم الجنائية في البلاد في الآونة الأخيرة يثير قلق المواطنين والمهتمين خصوصا إن النوايا الحقيقية وراءها لم تكشف بعد أمر يحتاج إلى مراجعة من لدين الجهات الأمنية تحسين الشيخ الرابع النجف الأشرف أصيب خمسة أشخاص جرى السيولة التي ضربت محافظتي ديالة وميسانة مؤخرا وزارة الداخلية في بان ذكرت أن موجات الأمطارة التي هطلت مؤخرا رافقتها سيول ضربت ناحية قرى تبة والقرى الأخرى في ديالة والتي تسببت بحصول أضرار بينها انهيار منازل ومدرسة طينية وغرق عدد من المواشي مشيرة إلى حدوث بعض الأضرار المادية فضلا عن الإصابات جراء موجة السيولة هذا وأعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقية تضرور أكثر من ثمانين عائلة بسبب السيولة التي ضربت قريتي كاشكولة والسلامة في ناحية قرى تبة في ديالة الجمعية في بان ذكرت أن طواقيمها توجهت إلى القرى المتضررة وأجرت مسحا ميدانيا أظهر تضرور العوائل إضافة إلى خسائر بالمواشي والأراضي الزراعية وأضافت أنها سترسل المواد الغذائية والإغاثية للعوائل المتضررة بعد توفر ممرات وطرق آمنة يتوجه وفد من حركة حماس اليوم إلى القاهرة لاستكمال مباحثات صفقة التبادل وفي بان لها أشارت حماس إلى أن وفدها سيستكمل المباحثات في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الوسطاء في مصر وقطر مؤكدة على الروح الإيجابية التي تعاملت بها عند دراسة مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة طالبت الجزائر عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي حول المقابر الجماعية في قطاع غزة مصدر في المنظمة العالمية قال إن الجزائر تقدم جددت الأمم المتحدة تحذيرها من اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح جنوب القطاع المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة قال إن أي تواغل إسرائيلي في رفح سيعرض أرواح مئات الآلاف من سكان غزة للخطر وستكون مذبحة للمدنيين وضربة هائلة لعملية الإغاثة الإنسانية في القطاع بأسره لأنها تدار بشكل رئيسي من رفح امتدت الاحتجاجات الطلابية في الجامعات بعدد من الدول تضامناً مع قطاع غزة وذلك غدات دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أن يسود النظام في الجامعات الأمريكية وشهدت جامعات فرنسا، كندا، سويس، راستوراليا والمكسيكا اعتصامات وتحركات تطالب بوقف الحرب في قطاع غزة بما شدد بايدن على ضرورة أن يسود النظام في الحرم الجامعي بعدما لزم الصمت فترة طويلة حيال هذه الاحتجاجات أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع بدأ تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد رداً على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعوضح سريع أن المرحلة الجديدة تشمل استهداف كل السفن التي تخترق قرار حضر الملاحة الإسرائيلية وتلك المتجهة لموائن فلسطين المحتلة من البحر المتوسط فإن القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى تعلن بدأ تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد وعلى النحو التالي أولاً استهداف كافة السفن المخترقة لقرار حضر الملاحة الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحر الأبيض المتوسط في أي منطقة تطالها أيدينا ثانياً يبدأ تنفيذ هذا من ساعة إعلان هذا البيان ثالثاً في حال اتجه العدو الإسرائيلي إلى شن عملية عسكرية عدوانية على رفع فإن القوات المسلحة اليمنية ستقوم بفرض عقوبات شاملة على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بالإمداد والدخول للموانئ الفلسطينية المحتلة من أي جنسية كانت وستمنع جميع سفن هذه الشركات من المرور في منطقة عمليات القوات المسلحة وبغض النظر عن وجهتها بعيداً عن أحلام الطفولة تكافح سحر ذات الأربعة عشر عاماً برفقة أخويها في كاركوك لإعالة عائلتها التي تمر بظروف صعبة الظروف المساوية لهذه العائلة واستغاثتها بالحكومة نقلها لنا مرسلنا في المحافظة مهند التميم عن قصة وطفولة انتهت أمام العوز وقلة الحيلة لكسب الرزق نتكلم فتاة كاركوكية بعمر الزهور تقود الستوتة وتنبش النفايات من أجل أن تعيل عائلتها وأبويها المريضين إنها سحر ذات الأربعة عشر ربيعاً وبصحبتها أختها وأخيها الصغير يخرجون يومياً إلى مجمع النفايات لبيعها في السوق من أجل توفير لقمة العيش البسيطة أنا سحر عمري 14 سنة أنا وأخواني نطلع من الصباح نشتغل بالستوتة لأن أبويه ضرير عند التهاب الدماغ عين ما يشوف بيها نطلع من الصباح نشتغل يعني نلم قواطي ونلم مرات خبز يابس على مدروح بيه نبيعهن وندبر العيشة لدينا أخوي الصغير همينا يحتاج حليب وأكل البيتهم نحتاج وأبوي حتى علاج ما عنده الله نطالب والناس الخيرة والحكومة بلتش صغير عندنا بيت حتى نقعد من الشغل ظروف صعبة جدا وقاسية تمر على عائلتي سحر فالأبو أصيب بالعمى نتيجة مرض عضال في الدماغ أبعده عن عمله فهو يناشد الحكومة والخيرين بمد يد العون لتنعم العائلتي بحياة كريمة عندي بنتي سحرات شبيرة تشتغل بالستوتة تشوف عن المريض ضرير عندي التهاب بالدماغ وأعمى ما أشوف هو أقامت معيشة بالجهال يعني تلزم البيت مجبورة تلم قواتي خوب الزيابس من الشوارع تجي تبيعها سويتشام درهم وتجيب أكل ما أكل للبيت ناشد الناس الخيرين يوقفون إلى هذه البناء يحسبون بنتهم تصير عندها مسكة شيء ترجع على مدرستها ظروف معيشية قاهرة وصعبة وأطفال بعمر الورد جل أمنياتهم أن يعودوا لمقاعد الدراسة وتحت سقف بيت صغير يأويهم لو ما كلهم يحبون المدرسة يتمنون يعني ما نشوف الناس تروحنا لا نقوم نكتش في الغالب لن تأبها سحر لما ستواجه يوميا من صعوبات ففكرة الأسرة ورغيف خبزها جعلها منتفضة طوال الوقت لتكسر رقما قياسيا لن تحطمه الحياة من كاركوك وانا دي ثميمي قناة الرابعة إلى عنوين النص ترجحات بحسم ملف انتخاب رئيس البرلمان قريبا والسوداني واجه تحدي الاتفاق بين مكونات كاركوك على غرار البتاويين انطلاق عمليات أمنية بثلاث مناطق والحجد الشعبي لاحق داعش في المقدادية حماس تستكمل مباحثات صفقة تبادل الأسرة واحتجاجات حرب غزة تمتد لجامعات عدد من الدول كانت هذه المتصف من الرابعة شكرا لكم في أمان الله